أخبار المهرية باختصار محافظ شبوى محمد بن عديو يدعو الإمارات إلى رفع يدها عن اليمنيين وثروات البلاد عديو كشف عن رصد تحركات ميدانية للانتقال في أطراف محافظة شبوى متوعدا بمواجهة أي خطر أطباء بلا حدود تعلن توقف أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن عن العمل جزئيا أو كليا المنظمة أشارت إلى أن بعض المرافق على وشك الانهيار وتعاني من شح في الأدوية والتمويل وفات رئيس الوزراء الأسبق محسن العين في القاهرة عن عمر ناهز 98 عاما بعد معاناة من المرض العين أول وزير خارجية لليمن وهو المندوب لها في الأمم المتحدة وأول سفير يمني في الولايات المتحدة منسستر سيتي يتفاوض للتعاقد مع مهاجم يوفينتوس النجم البرتقالي كريسيانو رونالدو عقد رونالدو ينتهي في ختام الموسم الجاري لكن معظم التقارير تؤكد رغبته في الرحيل هذا الصيف أمريكية تحصل على مليوني دولار بعد فوزها في مسابقة اليانصيب اللقاح مقابل الربح وفازت كريستين دوفال في المسابقة التي تضم كل من التزم بالتطعيم وفقا لتواريخ محددة للقاء في اختصار آخر موسيقى شكرا